فترة الخمسين المقدسة اللي احنا فيها هي خمسين يوم تبدأ بقيامة المسيح من القبر تنتهي بصعوده للسماء ثم ارساله روح القدس من السماء فهي رحلة من القبر من الأرض للسماء كنستنا الإبطية المرشدة بالروح القدس بدأت تفتش في الكتاب المقدس في العهد الأديم عن رحلة من الأرض للسماء فوجدت غايتها في سفر الخروج اللي كتبه موسى النبي رحلة خروج من أرض العبودية انطلاقاً إلى كنعان إشارة للسماء كنيسة المرشدة بالروح القدس أرد سفر الخروج كويس أو وشافت المحطات الأساسية لهذه الرحلة انطلاقاً من أرض العبودية إلى كنعان وعلى غرار رحلة سفر الخروج رتبت كنيستنا المرشدة بالروح القدس قريات الخمسين المقدسة كرحلة من الأرض للسماء لما درسنا رحلة سفر الخروج وجدنا ست محطات أساسية أول حاجة الإيمان ما كانش ممكن يخرجوا ويسيبوا بيوتهم وزرعوهم وخرجوا للبرية إلا إذا كان عندهم إيمان بالله ما كانش ممكن يحطوا رجليهم في البحر الأحمر وعلي منهم مية وشملهم مية إلا بالإيمان ليحتاج التاني كان الأكل بيحتاجين يأكله فربنا بعت لهم المن كان بيبعت لهم أكل من السماء يومياً لمدة أربعين سنة ليحتاج التالت عايزين يشربه فربنا بعت لهم صخرة وموسى النبي بعصيته درب الصخرة وطلع لهم مية الاحتياج الرابع أو المحطة الرابعة النور النور كان الارتحال في برية سناء صيفاً بالنهار أمر صعب جداً الحرارة بتوصل فوق خمسين فكان محتاجين يستريحوا بالنهار ويمشوا بالليل فمحتاجين نور فربنا كان بيبعت لهم عمود نور قدامهم بالليل الاحتياج الخامس أو المحطة الخامسة محتاجين حد يرشدهم الطريق كانوا مشيين في برية عمرهم ممشوا فيها قبل كده برية بلا معالم فالله كان بنفسه يرشدهم بالنهار بعمود سحاب وبالليل بعمود نور المحطة السادسة أو الاحتياج السادس وجهوا شعب ضخم اسمه عمليقة وقف في سكة كنعان مش هتروحوا كنعان فكانوا محتاجين ينتصروا على كنعان وربنا ادهم نصرة بصلاة موسى وجهاد يشوع دول الست محطات الأساسية لرحلة الخروج من أرض العبودية إلى كنعان ترجمة نانسي قنقر